اشتركوا في القناة وبين الحوثيين ومشاهد استقبال الاهالي لذويهم بعد سنوات من الغياب فكيف علق الناس على ما شاهدوه؟ وفي موضوع الحملات والمبادرات المجتمعية فسنتحدث عن طريق هيجة العبد المرعب الذي يربط تعز بالمحافظات الأخرى هذا الطريق الذي حصد ضحايا كثيراً أو كثيرين من المسافرين وسياراتهم مع استمرار مشكلة الطريقة التي لم تجد لها حلاً حتى الآن حمل الجسد واحد كان لها دور استثنائي في تسليط الضوء على مأساة هذا الطريق والمسافرين عبره أما عن أبرز المواضيع التي أثارت جدلاً واسعاً عربياً في أوساط مستخدمي مواقع التواصل الاجتماعي فكانت اتهامات بريطانية لوزير التسامح الإماراتي بالاعتداء الجنسي على شابة بريطانية كانت تشرف على فعالية أقيمت في أبو ضبي إذن فاصل قصير وبعدها نعود قوعة بعد سنين من عذابات الانتظار والمتابعة أصبح بإمكان الأمهات والزوجات والأهل أن يناموا قريري العين بعد عودة أحبائهم من السجون وبعد سنين من البعد والغياب صفقة تبادل أسرى بين الحكومة الشرعية والحوثيين تمت على مرحلتين وخلال يومين متتاليين أفرج بموجبها عن ألف وواحد وثمانين أسيراً ومعتقلاً من الجانبين خمسة منهم كانوا صحفيين اختطفهم الحوثيون من سرعاء هكذا كانت فرحة الأهالي بقدوم من تفطر القلب على غيابهم واليوم إن شاء الله فرح رجع ألي ومن بعد ما دريت بولدي له خرج قبل ليلة الأربعة وليلة الخميس كنت ساجدة على الهدمة وأبكي ساجدة لله حمد وشكر من حين ما خرجوا من هذا الطاقات الذي لا يخاف الله ولا يرحمه إذن ما هي ردودة فعال الناس على ما شاهدوه يقول صحفي عبدالله السامعي بعد عودة زملائه لأول مرة في حياتي ينتابني شعور بالفرحة حد البكاء الحمد لله على حرية الزملاء هشام اليوسفي وهيثم الشهاب وهشام طرموم وإعصام بالغيث وحسن عناب بعد سنوات قضوها في سجون ميليشيا الحوثيين ظلما وعدوانا ونسأل الله الحرية لبقية زملاء المختطفين في سجون الحوثيين لا لشيء سوى لأنهم صحفيين فقط أما صحفي وفيق صالح فيقول عن لحظات اللقاء هذه اللحظة التي انتظرناها كثيرا لا شيء في الدنيا يضاهي لحظة الشعور بالحرية والانتصار على قيود السجن وسجان وتنفس هواء الحرية بعد أعوام من المكابدة والعناء مليئة بالألم والوجع وعن الفرحة بعيدا عن السياسة وحسابات من ربح ومن خسر يقول سيف المقتر بعيدا عن حسابات الربح والخسارة وحسابات السياسة هناك مئات الأمهات ستحتفل اليوم بعوطة أبنائها هناك مئات البيوت ستتزين بالفرحة والزغاريت وهذا هو الأهم على أمل الإفراج عن البقية في أقرب فرصة وبإذن الله قريبا نحتفل معا بعودة الوطن المختطف ونتخلص من حالة الشتات إذا مشاهدين الأعزاء دعونا نصديف معنا عبر الأقمار الصناعية المختطف السابق محمد الشهبين ليتحدث لنا عن ما لقاه في سجون الحوثيين قبل الإفراج دعونا في البداية نرحب بضيفنا عبر الأقمار الصناعية مرحبا فيك أخي محمد أهلا وسهلا بك ومشاهدينك الكرام أهلا وسهلا فيك والحمد لله على سلامتك سنين مضت وأنت خلف القطبان وبين الحيطان يعني سعيدونا لأجلك ولأجل أسرتك بعد هذا الإفراج نريد أن نسمع منك في البداية كيف كانت لحظة خروجك من السجن أو لحظة سماعك بأنه سيتم الإفراج عنك وأخيرا ستلاقي عائلتك وأحبائك وأصدقائك هذه اللحظة نريد أن نسمع كيف كان وقعها عليك بسم الله الرحمن الرحيم في البداية أتوجه بالشكر الجزيل لقناة يمن شباب الفضائية على اهتمامها بقضايا حقوق وحريات الناس والشكر لهم أيضا موصول لهذه الاستضافة وبالنسبة لخروجي من السجن فهي تعتبر خروج من الظلمات إلى النور من غياهب السجون والظلم والاضطهاد إلى نور الحرية والكرامة والإنسانية بعد أن قضيت في سجون ميليشيات الحوثي ثلاث سنوات وشهرين وفي البداية عندما وصلنا الأخبار كنا لم نكن متفائلين كثيرا لأنه من المعلوم عن ميليشيات الحوثي نقضهم للعهود والمواثيق مثلما نقض عهودهم ومواثيقهم أثناء الاتفاق في السويد على إخراج الكل مقابل الكل وقد كانت الفرحة ستعم جميع اليمنيين لكنهم أكثروا من شروطهم ومن تفسيرهم لبعض الكلمات حتى خرجوا هذا عن مضمونه الصحيح طيب عندما نزلت من الطائرة وتم الإفراج عنك حينها قلت في البداية عندما سمعت الخبر لم تصدق بحكم أن هناك تجارب سابقة ولم يتم الإفراج عنكم لكن عندما نزلتم من الطائرة وكان هناك من بانتظارك هذه اللحظة التي يريد أن يسمع الناس كيف كانت بنسبة لك عندما نزلتم من الطائرة تذكرت قول نحمد محمود الزبيري عليه رحمة الله يوم من الدهر لم تصنع أشعته شمس الضحابل صنعناه بأيدينا كانت الفرحة كبيرة والفرحة جميلة وكان في استقبالنا الأطفال والأمهات والسلطة المحلية في سيئون كانت فرحتنا كبيرة ومهما عبرت لك فلن يستطيع لساني أن يعبر عن هذه الفرحة لأن مليشيات الحوثي قد أوصلتنا إلى مرحلة الإحباط واليأس لكن بفضل من الله ورحمته عانى الله سبحانه وتعالى وخرجنا من هذا النفق المظلم طيب لو عدنا قليلا وبعد أن خرجت من سجون الحوثيين لكن عندما كنت في سجون الحوثيين وقبلها أيضا يتسأل بعض لماذا تم اقتطافك لماذا تم إداعك في سجون الحوثيين ما السبب ما هي التهمة التي ألقاها الحوثيون عليك مليشيات الحوثي أولا هي مليشيات انقلابية والتوصيف الدستوري والقانوني لها أنها خارجة عن النظام والقانون فهي أولا مليشيات خارجة عن الشرعية الدستورية والقانونية حيث أن الدستور اليمني قد حدد أن الشعب هو مالك السلطة ويمارس هذه السلطة عن طريق الانتخابات الحرة والديمقراطية وليس عن طريق الانقلابات فما صنعه الحوثي في اليمن من انقلابه على الشرعية الدستورية وعلى القرارات الدولية وعلى القرار 2216 فصادر من المجنس الأم نعم أريد فقط أن نسمع من ناحيتك أنت من جانبك أنت ما الذي جرى كتجربة شخصية هذه المعلومات الجميع يعرفوها عن الحوثيين وما قاموا بي لكن أريد أن نعرف عن حياتك الشخصية وتجربتك مع الحوثيين ما هي التهمة التي ألقوها عليك؟ التهمة التي وجهوا لي علاقتي بالشرعية ودعمي للمقاومة نعم كانت هذه التهمة هل جاءوا إلى بيتك وأخذوك أم استدعوك إلى قسم الشرطة وبعدها تم إخفاؤك كيف كانت علاقتك مع عائلتك هل سمحوا لك بالتواصل معهم؟ مع أن الدستور يلزم كل الأجهزة الأمنية عندما تأخذ أي مواطن يمني أن تسمح له في نفس اللحظة بالاتصال بأهله وحدد الدستور اليمني وقانون الإجراءات الجزائية أن مدة المخول لها للأجهزة الأمنية 24 ساعة لكن كما ذكرت لك أن ميليشيات الحوثي لا تحترم الدستور ولا تحترم القانون ولا تحترم حتى أبسط حقوق الإنسان فقد كنت أناشدهم وأقول لهم تعاملوا معنا أننا يمنيين تعاملوا معنا أننا عرب تعاملوا معنا أننا مسلمين بالأخير تعاملوا معنا أننا بشر مثلكم لنا مشاعر وأحاسيس أثناء حضوري لجلسات محكمة الغرب الابتدائية في يوم الأحد الموافق 28-2017 وأثناء خروجي مع زملاء محامين توجهت إلى بوابة محكمة الغرب لطبع بعض الملفات وفي تلك اللحظات أحاطوا بي في ذلك المكان وأخذوني تحت التهديد والسلاح والقوة ومباشرة إلى الأمن السياسي ولم يأذنوا لي حتى في الاتصال إلى أهلي ولم يسمحوا لي بالزيارة مدة ستة أشهر كاملة وبعد الستة الأشهر بدأوا سمحوا لي في الزيارة المفارقة هنا أيضا أنك تدافع عن المظلومين في القضايا الجنائية ربما في المحاكم وأنت ذلك المحامي الآن وأنت ترى نفسك خلف القطبان وهناك من يحاكمك بتوما ترى أنها ليست منطقية ولا واقعية وليست تهما أساسا كيف شاهدت هذا الاختلاف في المواقع عندما شاهدت نفسك خلف القطبان وتدافع عن نفسك بينما كنت بالأمس ودافع عن آخرين في المحاكم والله يا أخي العزيز طالما وأنت تعيش في مناطق تحت سيطرة مليشيات الحوثي فأنت مهدد بالقبض والانتهاك في أي لحظة أتذكر مرة من المرات أحد المشرفين الحوثيين في المحافظة حبس أحد المحامين فذهبت إليه لأراجعه فقال لي ليش تراجعوا ما علاقتك بها اللي هو من أقاربك قلت له ليس من أقاربي ولكنه زميل مهنة هو محامين فقال انتهي عن المراجعة له وإلا سأدخلك بجانبه قلت له أن الدستور والقانون يجرم حبس المحامين فلا يحق لك ولا يحبس المحامين أحد فهذه جعلها القانون الحماية للمحامين لأنه يدافع عن حقوق الناس وحرياتهم قال ذلك في الزمان الماضي أما نحن فقد أصبحنا نحبس حتى أعضاء مجلس النواب وللأسف أن هذا المشرف للأسف كانوا يقولون له أنه دكتور فقلت أن هذا عقلية الدكتور فكيف بعقلية أصحابهم الذين أغلبهم ربما لم يصل في التعليم إلى مرحلة سادس أو مرحلة تاسع الأساسي يعني هكذا أصبح حال المناطق التي يسيطر عليها الحوثيون بأنهم أيضا لا يعرفون مهنة المحام وما واجبه وما هي مهمته في القضايا داخل المحاكم حتى أنهم كما ذكرت هذا الموقف الذي جرى لك الآن بعد أن تم الإفراج عنك وأصبحت حرا طليقا بالإمكان تذكر ما تريد أن تقوله لكن بعد أن أصبحت حرا طليقا عفوا يا أخي تذكرت بيت شعري للشاعر الساخر أحمد مطر يكاد هذا البيت ينطبق على المناطق التي تحت ميليشيات الحوثي حين قال أوطاننا قيامة ليس بها سوى سقر والمرء فيها مذنب وذنبه لا يغتفر فأنت ما زلت تعيش في مناطق الحوثي فأنت متهم يأخذ كثير من الناس السجون ملأة هذا السجن لأنه أرسل له واحد من منطقة الشرعية رسالة وهذا مسجون لأن ابن عمه مع مناطق الشرعية وهذا مسجون لأنه في يوم أكل مع شخص محسوب على الطرف الآخر أنت متهم عند الحوثي يبحث في تلفونك في جوالك في إيميلك في فيسبوك يظهر لك أي مشكلة حتى يبرر لنفسه أن يحبسك كنا نقول لهم إذا كنتم تزعمون أنكم ربما قريبا ستكون الشوارع فارقة بينما سجون ممتلئة بسبب هذه التهم البسيطة والغير معقولة التي يسوق بها الحوثيون الناس إلى السجون الآن بعد أن تم الإفراج عنك محمد ولي الله الحمد ما هو مستقبلك ما هو الذي تفكر فيه الآن هل ستعود إلى حياتك الروتينية الطبيعية هل ستهتم بقضايا من ما زالوا في سجون الحوثيين لتدافع عنهم ربما هناك صفقات تبادل للمختطفين والمعتقلين والأسرى قريبا هل هناك مشروع في رأسك يدور حاليا بعد خروجك من السجن قالوا ليست النائحة الثكلة كالنائحة المستأجرة فالشخص الذي عاش فيه تلك السجون وعرف ما فيها من اضطهاد وتعذيب وما فيها من حتى منع من أبسط حقوق الإنسان في تلك السجون لا يمكن أن يرتاح أو يسعد في حياته إلا حينما يخرج جميع أولئك المسجونين ظلما وقهرا تحت سطوة الحوثيين فما خرج في هذه الدفعة حوالي أربعمائة وقليل ربما لا يصل إلى نسبة ثلاثة في المئة ممن هم في سجون الحوثيين نحن في سجن الأمن السياسي في إب يعني ما يقارب مئة وخمسة وثلاثين سجينا خرجنا ثلاثة فالسجون ما زالت ملأة والواجب كبير علينا جميعا واجب عليكم كإعلاميين واجب علينا كقانونيين واجب على السلطة الشرعية واجب على كل حر في هذا العالم أن يسعى إلى إخراج أولئك المساجين ظلما وعدوانا لدى ميليشيات لا تحترم شر ولا تحترم دستور ولا تحترم قانون ولا تؤمن إلا بالقوة والقوة فحسب إذن هذا واجبنا جميعا كما ذكرت علينا كإعلاميين أو عليكم كقانونيين أو حتى في الحكومة أو حتى في المنظمات الدولية أن تخرج هؤلاء المظلومين من قطبان السجن لدى الحوثيين على كل حال شكرا جزيلا لك على انضمامك معنا ومشاركتك لتجربتك الشخصية معنا المحامي المختطف سابقا لدى جماعة الحوثيين وتم الإفراج عليه قريبا محمد شهبين شكرا جزيلا لك إلى مشاهدنا كما استمعتم إلى ما قاله ضيفنا ما زال هناك المئات وربما الألاف في سجون الحوثيين بانتظار الإفراج عنهم وهذه هي التهم التي يسوقها الحوثيون لمن يعيش أو يسكن في مناطق تحت سيطرتهم تهم غير معقولة وتهم غير منطقية ربما بسبب رسالة في الواتسابية تم سوقهم إلى السجون هناك عضو في المكتب السياسي لجماعة الحوثيين وأيضا عضو في المفاوضات في الأسرة لدى جماعة الحوثيين ذهب إلى هناك وقال أنه كان بالإمكان مبادلة الكل مقابل الكل لكن طرف العدوان كما يقول أو المرتزقة كانوا هم السبب في تقويض ذلك فهل فعلا الشرعية أو ما يطلق عليه الحوثيون بالعدوان والمرتزقة على حد تعبيرهم هم من عرق لسكمال عمليات الإفراج حسنا هل تعرفون أن أمهات وأهل المختطفين جاءوا لسقبال أبنائهم المختطفين في سيون الحوثيين لكنهم تفاجأوا أن أبنائهم ليسوا من ضمن القادمين ورفض الحوثيون الإفراج عنهم هنا مثلا بعض القضايا ومن ضمنهم والدة الصحفي توفيق المنصوري والحزن يقطع أحشاءها نتيجة خيبة الأمل من عدم لقاء ابنها المختطف لدى الحوثيين ابنها الذي حكم الحوثيون عليه بالأعدام فقط لأنه الصحفي دعونا نستمع إلى بعض شهادات وكلمات هؤلاء الأهالي الذين حضروا لسقبال أبنائهم وذويهم لكن للأسف لم يكنوا موجودين ضمن العائدين أرجوهم رجاء أنهم يخرجوا الأسرة كامل أنا ولدي من ضمنهم لسنة الثالثة أبنائي لخمس سنين أخبراتوا تخرجوا وكملوا وتزوجوا وعولوا وهولوا وبني جالس في السجن بأي حق لنلقي نظرة كيف تعاطف الناس مع أهالي من عادوا خائبين بدون أبنائهم هنا مثلا يعلق أحدهم يقول الله أخبر بقلبي أم مختطف في سجون الحوثي تعبر عن حزنها ويتنتظر عودته مع رفاقه العائدين جملة صادقة لخصت معاناة أمهات المختطفين ونبل أبنائهن في سجون الميليشيا وبشاعة وقبح المشروع الحوثي الإيراني أما ابن أحد المختطفين الذي كان ينتظر والده بفارغ الصبر سلطان حمود فيقول فرحتي لا توصف بعودة الكثير من المختطفين والأسرى إلى أهلهم وأحبابهم وعلى قدر الفرحة تلك كانت مشاعر الخيبة والخذلان تحاول أن تنهل نصيبها من القلب كم كنت منتظرا خبرا يحمل قميص أبي ليرمى به على وجوهنا ليشفي به شوق قلوبنا لا زال الأمل بالله وقودنا والفرج ليس إلا منه وفي المنشور على الفيسبوك يقول سليمان النواب عن حالة أخرى أين عزام؟ اتصل لصديق يقول لي لو تشاهد والد عزام صيفان لن تكتفي بالبكاء فقط ستخلع قلبك كل المختطفين وجدوا أقاربهم إلا والد عزام كان يبحث ويسألون أجاء عزام من مأرب معكم؟ من يعرف عزام؟ لم يستطع الإجابة والله إنا إحنا نشوفه يجيشتي يسألنا ونهرب من أمامه عشان ما تفضحنا دموعنا فنكسر قلبه وتنتهي فرحته ومن لا يعرف عزام فهو جندي في الجيش الوطني أسره الحوطيون في المعارك جنوب محافظة مأرب قبل أشهر كان على قيد الحياة حينها لكن لاحقا تم تسليم جثمانه في عملية تبادل للجثث مع الحوطيين بين الحوطيين والجيش الوطني لكنهم استلموه وعليه آثار تعذيب مروعة منها فقع عينيه وتكسير أصابعه وقطع لسانه وتشويه وجهه وأشياء أخرى لا يمكن تخيلها وهذا يجعلنا نتساءل عن الحالة الصحية والنفسية للمفرج عنه من الطرفين هل تم ممارسة تعذيب الوحشي بحقهم هنا صورة تقارن بين الحالتين للمعتقلين والأسرى الذين أفرج عنهم الحوطيون والذين أفرج عنهم الجيش الوطني دعوة للمقارنة من خلال هاتين الصورتين الصورة الأولى التي فوق هناك أسرى ومعتقلية الجيش الوطني يعودون وهم بالعكازات نتيجة تعرضهم للتعذيب بينما يمر هؤلاء أو يعود هؤلاء وهم في كامل صحتهم لا يمكن لهذا الحديث أن يمر دون أن يعلق عليه مستحق أو مستخدمون مواقع التواصل الاجتماعي تقول مثلا مهى الميسري خلوكم من البساط الأحمر الحوطي وركزوا على الفرق بين الدولة والميليشيا أسرى الحوطيين صعدوا لطائرة بكامل صحتهم بينما المختطفين عند الميليشيا نزلوا بعكازاتهم بسبب التعذيب السادي والوحشية أما الناشطة الحقوقية هدى الصراري فتقول أغلب المفرج عنهم من المعتقلين لدى جماعة الحوطيين مصابين بعاهات وإعاقات بدنية ما يحز بالنفس البعض الآخر كتب على ظهورهم مجنون هكذا كتب على ظهورهم نتيجة التعذيب والإذاء النفسية الذي تلقاوه بشكل مستمر منذ خطفهم واعتقالهم حالة من ضمن عدة حالات تحتاج من الدولة إلى الاهتمام بهم فواد الحميري يستذكر حادثة حصلت في زمان الرسول يقول روى ابن أسحاق أن قريشا عرضت على أبي طالب أن يعطوه عمارة بن الوليد ليتخذ ولدا مقابل أن يسلم إليهم محمد صلى الله عليه وسلم ليقتلوه فإنما هو رجل برجل فأجابهم أتعطونني ابنكم أغذوه لكم وأعطيكم ابني تقتلون ومن لحظتها وقريش تعطينا مقاتليها لنغذيهم ونسمنهم وتأخذ مدنيين لتعيدهم قتل أو معاقين أما عبدالوهاب طواف فيقول في منشور له على الفيسبوك بالنظر إلى وجوه وقصص مفرج عنهم من مخابي الحوثي يتضح مدى عمق الهوى السحيقة التي دفع الحوثي اليمن إليها دكتور معلم مزارع صحفي أستاذ جامعي ناشط حقوقي تاجر طالب إلى آخرة هؤلاء من أفرجت عنهم جماعة الحوثي بعد سنوات طويلة من الاختطاف والتعذيب وبمفاوضات ماراثونية في عدة عواصمة غربية مؤلم مؤلم ومؤلم إذن ساعدونا لسعادة أسر من تم الإفراج عنهم وحزنونا لمن أصيبوا بخيبة أمل بعدم لم شملي من ما زل في سجون الحوثيين حزنونا لأسرة توفيق المنصور وعبد الخالق عمران وأكرم الوليدي وحارث حميد وأسرة كل مظلوم في السجون وعسى أن يكون فرجهم قريبا دعونا نذهب إلى فاصل قصير بعدنا طريق الموت أو بمسمى آخر طريق هيجة العبد هو شريان أساسي لمدينة تعز يربط المحافظة بالمحافظات الأخرى مع سمرار حصار الحوثين للمدينة من أغلب الجهات لحظات من الخوف والفزع يقضيها المسافرون أو مستخدموا هذا الطريق طوال الوقت وحوادث أليما جرت في منحذراته الحادة أحد الحملات المجتمعية التي تعمل على الضغط على الجهات المعنية اسمها حملة جسد واحد هذه الحملة تعمل بكل الطرق الممكنة على جلب انتباه الجميع لضرورة التحرك لإنهاء هذه المأساة نتعرف في هذا الفيديو القصير على هذه الحملة نحن نعاني من هيجة العبد بسبب العبارات تقطع الإزدل والأروان الضيقة راحت كم من قصرها بهيجة العبد كم من باس وكم من سيارة صغيرة وكم من دينا وكم من سيارة عدة سيارات بشكل عام شوف هذه السيارة تعطرات بسبب طريق هيجة العبد ومن خلال صفحة الحملة على الفيسبوك التي تنتشر بانتظام أو تنشر بانتظام صورا وفيديوهات ومقاطع لما يجري في هذا الطريق وتساعد على نشرها للوسائل الإعلامية لمعرفة ما يجري في هذا الطريق نشرت أيضا عدة منشورات منها حوادث شبه يومية وطريق متهالك بنسبة ثمانين بالمئة يمثل منفذا وحيدا لقرابة ستة ملايين مواطن على وشك الانهيار بشكل تام وبالمقابل تجاهل وتقاعص من الحكومة والسلطة المحلية في تعز عن تحمل مسؤولياتهم تجاه أكبر محافظة من حيث عدد السكان تجاهل غير مسؤول ولا مبرر مغامرة الحياة أو الموت هو أيضا منشور آخر مغامرة الحياة أو الموت ذلك هو الإرشاد الوحيد الذي يقرأه كل من يمر من هيجة العبد هذا هو الإرشاد الوحيد الذي يلاقيه المسافرون في طريقهم هناك أيضا حسام سعيد المدحج يقول طريق هيجة العبد تلفظ أنفاسها الأخيرة نتيجة الخراب والدمار والإهمال الذي طالها في ظل صمت السلطة المحلية في تعز وفي ظل صمت الحكومة والمنظمات الدولية نعم يليها أيضا حساب يسمي نفسه العبد الفقير يقول إنقاذ طريق هيجة العبد مطلبنا كلنا لأن الذي ما جرب المرور في هذا الطريق مش حاسس بخطورته طيب أين هي السلطة المحلية لمحافظتي تعز ولحج من هذه الكارثة التي مضى عليها أكثر من أربع سنوات يقول أحد المشرفين على صيانة هذا الطريق في السلطة المحلية في تعز أن ثمانين في المئة من هذا الطريق لم تعد صالحة للمركبات والشاحنات إضافة إلى هطول الأمطار والإنهارات حسنا ماذا عن دورهم بعيدا عن تشخيص المشكلة يرجع المسؤول المحلي إلى أن توقف أعمال الصيانة من وقت لآخر هو ما أخر عملية إكمال صيانة هذا الطريق لكن في الحقيقة هناك من يقول أن خلافات بين المقاول وسلطة المحلية في تعز على مخاصصات المشروع هي من أخرت إكمال صيانة هذا الطريق لنعرف المزيد عن هذا الطريق وحملة جسد واحد نصدف معنا عبر الأقمار الصناعية من تعز رئيس الحملة أيمن طارق مرحبا ضيفنا الكريم أيمن كيف الأحوال؟ أهلا وسهلا الحمد لله أهلا وسهلا فيك هل سفرت من قبل في طريق هجة العبد وصادفتك مشاكل وبعد ذلك انطلقت لتطلق هذه الحملة أم أنه فعلا الناس هناك قضية رائعان في تعز أن هذا الطريق أصبحت طريق الموت وليس الطريق للسفر الطريق بالنسبة لتعز تمثل الشريان الوحيد الشريان الوحيد للمحافظة الطريق تمر عبر الشاحنات التي تنقل المواد الغذائية والأدوية لمدينة تعز الحوادث دخل الطريق شبه يومية والتنقل فيها صعب يعني من يمر من الطريق هذه يمر بخوف يمر بحالة رعب طوال الطريق لأنه على وشك النيهير بشكل تام يعني نحن شاهدنا الفيديو الذي أعرضتم فيه ما الذي يعانيها الطريق لكن الناس يريدون أن يفهموا إشكالية هذا الطريق الجميع يتحدث عنها ولسنوات وهناك من يتحدث عن وجود مشروع للسيانة هذا الطريق لكن أين وصل؟ لماذا لا يتم أو لم يتم استكمال سيانة هذا الطريق؟ ما هي المشكلة؟ لا نعلم هناك تقاعس من قبل الحكومة تجاه هذا الطريق تجاه بمدينة تعز بشكل عام لكن هذا الطريق هناك تقاهل وتقاعس غير مبرر من قبل الحكومة ومن قبل التحالف بشكل عام الطريق الذي أدى إلى تهالكه ووصوله إلى هذا الحال هو المشاريع الترقيعية التي تقوم بها السلطة المحلية داخل تعز أو السلطة المحلية داخل تلعج لا أعلم لماذا باقي المحافظات تعمل الآن بالمشاريع البنية التحتية بالمليارات وبالنسبة لتعز رئيس الوزراء يوجه بصرف 355 مليون لإصلاح الطريق استخفاف بالمدينة استخفاف بحجم الكارثة أم تقاعس تجاه مدينة تعز لا أعلم لكن أيضا كان هناك طريق بديل ربما خلال مدة إصلاح هذا الطريق أو مشروع إصلاح هذا الطريق فما الذي جرى؟ هل هناك طريق ما زال في طور الاستخدام؟ هل كل المسافرين يستخدمون هذا الطريق؟ هل هناك مناطق يتم صيانتها لغرض تهيئتها للمسافرين؟ طريق الصحة لا يقل خطورة عن طريق هيئة العبد وإذا بدأت الإصلاحات في طريق هيئة العبد لا بد أن يتم عمل أول إصلاحات لطريق الصحة أنه طريق البديل إلا أن الحوادث هناك لا تقل خطورة يعني الطريق هناك لا يقل خطورة عن طريق هيئة العبد المفترض أن يكون هناك حلول قذرية لطريق هيئة العبد وأيضا للطريق البديل إصلاحات ولو بسيطة كحل بديل إلى أن يتم إصلاح طريق هيئة العبد طيب أنتم في الحملة هل كانت لديكم رؤية عرضتموها على السلطة المحلية في كيفية التعامل مع هذه المشكلة ربما من خلال إصلاح طريق بديل أولا ومن ثم العودة لإصلاح طريق هيئة العبد هل هناك فكرة في رؤوسكم أو عقولكم بما يخص هذه المشكلة؟ لم يتم طرح الرؤية لكن بالنسبة للسلطة المحلية هي تعلم أنه يجب أن يتم إصلاح الطريق البديل حتى يتم إصلاح طريق هيئة العبد لكن إلى الأن مثل ما قلت لك التجاوب والتجاوب مع مشكلة انهيار طريق هيئة العبد من قبل الحكومة يعتبر جزئي أو مثل ما نقول فيه تقاعس تخاذل استخفاف بحجم الكارثة نفسها طيب الحملة التي بدأتموها ما هي الفعالية التي قمتم بها؟ رأيت بعض المظاهرات التي قمتم بها لتسليط الضوء عليها ربما سلسلة بشرية ما هي الفعالية الأخرى وهل وجدتم أن أغلب تجاوب معها؟ بدأنا بدأنا بحملة إلكترونية ثم التفاعل معها من قبل الناشطين والإعلامين كان التفاعل معها كبير جدا وواسع هاشتاغ أنقذوا شريان تعز الحملة الإلكترونية ما زالت مستمرة هناك كان توقف بسبب العيادة الوطنية 26 سبتمبر وبعدها 14 أكتوبر لكن الحملة ستستمر بالنسبة لأنشطة الميدانية قمنا بعمل سلسلة بشرية في هيئة العبد على امتداد طريق هيئة العبد بعدها قمنا بعمل مظاهرة ووقفة احتجاجية أمام مبنى السلطة المحلية بين الشمايتين أنا أستغل أستغل وجودي هنا من خلال برنامجكم وأدعو الجميع للمشاركة في الأنشطة الميدانية والإلكترونية القادمة والتي ستعلن عنها الحملة تباعا إذن هذه دعوة من رئيس حملة جسد واحد لكل من يتابعه الآن بأن يلتفوا حول هذه الحملة ويتفاعلوا معها سواء بالنزول الميداني أو حتى التفاعل الإلكتروني عبر مواقع التواصل الاجتماعي للضغط على الجهات المعنية بضرورة التحرك العاجل لمعالجة هذه المشكلة والتي تحدث عنها ضيفنا عبر الأقمار الصناعية من تعز عن ما تسببت به من كوارث للمسافرين والطريق إذن شكرا جزيلا لضيفنا عبر الأقمار الصناعية من تعز أيمن طارق رئيس حملة جسد نعم رئيس حملة جسد واحد إذن مشاهدين في الجزء التالي من الحلقة نتحدث عن حقيقة اتهامات بريطانية لوزير السعادة أو وزير السعادة الإماراتي وزير التسامح حفان الإماراتي بالاعتداء الجنسي على شابة بريطانية في أبوظبي فجرت شابة بريطانية واسمها كيتلين مكان مارا مفاجأة هزت الرأي العام العالمي حين توجهت هذه السيدة البالغة من العمر 32 عاما لتقديم بلاغ في الشرطة البريطانية ضد وزير التسامح الإماراتي نهيان بن بارك النهيان تتهم بالاعتداء الجنسي عليها ناقيامها بالإشراف على فعالية أدبية أقيمت في أبوظبي قبل ثمانية أشهر وفقا لصحيفة ساندي تايمز البريطانية المشهورة فقد جاء في بلاغ السيدة البريطانية أنها تلقت اتصالا من هذا الوزير السبعيني لزيارته فظنت أن الحديث سيكون نقاشا حول ترتيب الفعالية وبعدها أحضرها بسيارة فخمة تابعة له إلى ذلة في جزيرة مخصصة كمنتجعات للأثرياء للسياحة كانت تواجد فيها آل نهيان أفادت هذه السيدة البريطانية بأنه بدأ بتلمس جسدها وطرحها على الفراش كان بجانبه لكنها سطاعت دفعه والفرار والعودة إلى الفندق ومن ثم توجهت إلى دبي وبعدها غادرت إلى سلطنة عماد قبل أن تعود إلى ديارها في بريطانيا ردود وتعليقات كثيرة من رواد مواقع التواصل الاجتماعي عن هذه الحادثة التي لا يبدو أنهم سيتركونها تذهبها بتأكيد سيعلق عليها بكل التعليقات ربما حتى الكوميديا هنا مثلا يقول ياسر أبو هلالة القصة الحقيقية لوزارة التسامح في الإمارات تكشفها اليوم الساند تايمز البريطانية أعرق الصحف البريطانية على صفحتها الأولى مسؤولة المهرجان الذي يشرف عليه الوزير نهيان آل نهيان ذهبت لتقنعه بالإفراج عن معتقل الرأي فأعد كميناً لاقتصابها هكذا يقول ياسر أبو هلالة مدير قناة الجزيرة السابقة تغريدة أخرى لشخص يدعو نفسه محمد يقول البنت قدمت بلاغاً وصارت فضيحة بصحف يعني لو ما عندها شيء يثبت ما تجرأت واتهمت إذن هو يدافع عن الوزير الإماراتي ويقول بأنها ربما لجأت إلى القبا هنا لطيف يقول محاولات تافهة للابتزاز والحصول على أموال تفاهة أوروبية أصبحت موضة لابتزاز العرب إذن هذه وجهة نظر لطيف حول هذه القضية أو هذه الحادثة هنا أيضاً تغريدة لنورية معتوق تضحك وتقول تسامح واعتداء جنسي كيف جمع بينهما تستغرب كيف جمع هذا الوزير الإماراتي بين التسامح والاعتداء الجنسي هنا أيضاً تغريدة ربما تعليق من عثمان يقول إيه الحكاية لقيت الطبطبة ولا إيه ويعلق على أغنية لحسين الجسمي الفنان الإماراتي وهي أغنية مشهورة وأغنية مشهورة لاقت رواجاً واسعاً وتحدث فيها عن الطبطبة وهنا وجهت تعليقاً مناسباً لهذه الأغنية هنا حساب أعتقد اسمه بنم ميد هكذا اسمه يقول المشتبه بريء ولو أني أشم رائحة عافنة من نوعية الإعلام الذي يتحدث عن الموضوع إذن صاحب هذا الحساب أو صاحبة هذا الحساب تدافع عن وزيرة تسامح الإماراتي وتقول أن هناك ربما طبخة إعلامية للإيقاعب هنا الصحفي والكاتب محمد الأحمدي يقول هذه هي الإمارات التي ترى فيها النخب الغربية نموذجاً مقبولاً في المنطقة العربية للأسف يتحدث عن وزيرها وهو موجود وهو ضمن العائلة الحاكمة في الإمارات نعم هنا أيضاً تغريدة من خالد المفلح يقول هذا الرجل طيب القلب ومؤدب وذو أخلاق عالية ولا أعتقد أن هذا الكلام صحيح بل يريدون أن يشوه سمعة الرجل والله أعلم إذن هناك من يقف إلى جانبه وهناك من يقف إلى جانب السيدة البريطانية لا توجد حتى الآن تحقيقات توصلت لها إلى معرفة من المخطأ أو من الجاني هنا رعد البغدادي يقول إذا وزير التسامح معتدي جنسياً لعد وزير الداخلي شنو ظرفه؟ بمعنى أن وزارة التسامح إذا كانت بتلك الدرجة من الاعتدال الجنسي كيف ستكون وزارة الداخلية؟ أبو يحي يقول أخص على شانبك إذا أنت رجال وزير التسامح قال انتقاد لهذا الوزير من مواقع التواصل الاجتماعي لكن أيضاً سلم المنصوري تقول أخبار مضللة أو شائعات عن شخصيات لها وضعها العام لا تعتمد على وثائق أو تحقيقات رسمية إذن هذه تقريدة أيضاً أخرى من محمد مليكي يقول أو يسعير آية من القرآن الكريم يقول إن جاءكم فاسق فتبينوا بمعنى أنه ربما هذه الادعاة غير صحيحة والوزير تم الإقاعدة هنا وليد العالمي يقول التسامح الإمارات يقصد به كل شيء مسموح ما عدى الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر غير مسموح به هنا أيضاً تغريدة من دكتور تاج أسر عثمان يقول هذا وزير التسامح الإمارات فكيف بغيره؟ الشخص الذي صديقه ومسشاره جورج نادر والناطق بلسانه المزروعي لن يستغرب أن يكون وزيره على هذا النحو وهو بتأكد ذكر بعض الأسماء التي لها ألفاظ نابية على مواقع التواصل الاجتماعي وتتحدث دون حرج في السباب الآخرين هنا عقيل الجرياتي يقول ليست بغريبة عليهم فقط أعمت عيونهم الأموال ويتوقعون كل الناس ترضخ لقداراتهم يتحدث عن المسؤولين الإماراتيين أن لديهم الكثير من الأموال وبإمكانهم أن يرضخوا من كانوا بأموالهم هنا مصطفى المنسي على اليوتيوب يقول هؤلاء الرعاق ليس لهم غير شهوات الفروج والبطون فهم كالأنعام بل أظل سبيله هكذا يرى مصطفى المنسي لهذه الحادثة من الطرف الآخر لكن مكتبا للمحامى مقره لندن يمثل موكله الوزير آل انهيان نفى هذه الإدعاة وقال إن موكلهم متفاجئ وحزين من هذا الاتهام الذي جاء بعد ثمانية أشهر من تاريخ الحادثة المفترضة وعن طريق الصحفية فما رأيكم؟ هل تعتقدون أنها محقة في دعاءاتها؟ أما أنها تكتب لإثارة الرأي العام؟ شاركونا تعليقاتكم على اليوتيوب في نهاية هذه الحلقة شكرا لكم على طيب المتابعة إلى اللقاء شكرا لكم على اشتركوا في القناة